الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات والذكر من أفضل القروبات إلى الله عز وجل من فوائد هذا الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه وقد وصف الله الشيطان بأنه وسواس لكنه خناس لمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يخنس لذلك معك سلاح فعال لا يخيب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الاستعاذة التي ذكرها الله عز وجل أن تكون حاضر القلب مع الله لذلك ما من مصيبة في الأرض ما من بلاء كبير إلا بسبب وسوسة الشيطان سيدنا موسى ماذا قال؟ قال هذا من عمل الشيطان ما يجري في الأرض من حروب من اجتياحات من قتل من تدمير هذا من عمل الشيطان لذلك بشكل أو بآخر معظم المؤمنين موضوع الشيطان ليس داخلاً في قناعاتهم أو في حياتهم بشكل كما ينبغي في القرآن الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء هذا آيات كثيرة تقترب بالمئة آية تتحدث عن فعل الشيطان فالإنسان معه ملك يلهمه وشيطان يوسوس له فإما أن يستجيب لإلهام الملك فيسلم ويسعد في الدنيا والآخرة وإما أن يستجيب لوسوسة الشيطان فيهلك ويشقى في الدنيا والآخرة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة وما أدخل الله آدم عليه السلام وحواء الجنة التي في الأرض إلا ليلقنا هذا الإنسان الأول ولذريته من بعده هذا الدرس البليغ لكن الآية المطمئنة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل مثل أضربه كثيراً إنسان يرتدي أجمل ثياب وأغلى الثياب نزل في حفرة فيها مياه سوداء مياه المجاري فلما خرج منها ذهب إلى مركز الشرطة ليشتكي على إنسان فسألوا المحقق هل دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له لا والله ما دفعني هل أشهر عليك مسدساً وأمرك أن تنزل بها؟ قال له لا والله ما فعل هذا قال له هل أمسكك ووضعك فيها؟ قال له لا والله قال لماذا تشتكي عليه؟ قال لأنه قال لي إنزل فنزلت هذا يستحق مستشفى المجانين هذا الوضع نفسه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنت بين إلهام الملك وبين وسوسة الشيطان لا بد من أن تأخذ موقفاً ولمجرد أن تستعيذ بالله عز وجل صورف عنك الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعز بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أي ذكروا الله أول فائدة من فوائد الذكر أن الذاكر يبتعد عنه الشيطان يا عمر ما سلكت فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجك يا عمر الذاكر بعيد عن وسوسة الشيطان وكل الأعمال الخطيرة والمصائب الوبيلة تبدأ بوسوسة ثم برغبة ثم بإرادة ثم بعمل ثم بشقاء في الدنيا والآخرة من فوائد الذكر أنها ترضي الرحمن يعني ورد في الأسر يا موسى أتحب أن أكون جليسك قال كيف ذلك يا رب قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيث ملتمسني عبدي وجدني أنا جليس الذاكرين يعني في أعظم من أن يكون الله معك معك إذا ذكرته لكن اجعل هذه الكلمة نصب عينيك أنا جليس الذاكرين إن ذكرته كان معك وإذا كان معك فمن عليك لذلك قال تعالى إذترته يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله حق aquele تقوى بعض العلماء ففسر حق التقوى أن تذكره فلا تنساه أن تطيعه فلا تعصيه أن تشكره فلا تكفره معنا يَا أيها الذين آمنوا إتقوا الله حق nós تقاته أن تذكره فلا تنساه أن تطيعه فلا تعصيه أن تشكره فلا تكفره يعني إذا رضي الله عنك كان معك وإذا كان معك فمن عليك من يستطيع في الأرض أن يصل إليك يعني إنسان يكون شرطي عند ملك يخافه جميع الناس لأن وراءه الملك فإذا كنت مع الله من يستطيع أن يصل إليك من يستطيع أن ينال منك فمعية الله شيء لا يقدر بسمن وقد قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم هذه معية عامة مع كل الخلق مع الملحد مع الكافر مع الفاسق مع الماجن معهم بعلمه أما إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين مع المتقين مع الصادقين هذه معية خاصة أي معهم بالحفظ والتأييد والتوفيق والرعاية والنصر أيها الأخوة من فوائد الذكر أنه يزيد الغم والحزن إنسان ذاكر يشعر بالهم مستحيل وألف ألف مستحيل من غفل عن الله عز وجل ابتله الله بالهم والدليل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى الإعراض عن ذكر الله يفضي بالإنسان إلى معيشة ضنك قد يقول قائل هؤلاء الذين يملكون المليارات أية معيشة ضنك الجواب ضيق القلب ضيق القلب الأقوياء والأغنياء إذا أعرضوا عن ذكر الله ابتلوا بضيق القلب لذلك أحد كبار العارفين الذي كان ملكا قال والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف إذا كنت مع الله كنت في سعادة كنت في طمأنينة لذلك ملخص ملخص الملخص ألا بذكر الله تطمئن القلوب لم يقل الله عز وجل تطمئن القلوب بذكر الله إن كانت الآية كذلك أي أنها تطمئن بذكر الله وبغير ذكر الله أما حينما جعل الله العبارة عبارة قصر وحصر ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي أن القلوب لا تطمئن ولا تستقر ولا ترتاح إلا بذكر الله يعني بشكل أو بآخر في حاجة عند الإنسان لا تملأها أموال الأرض ولا أعلى منصب يملأها ذكر الله تجد الأغنياء الأقوياء يبحثون عن سعادة مفقودة لو عرفوا الله وذكروا الله لاستقرت نفوسهم يعني بعض العلماء الكبار قال ماذا يفعل أعدائي به بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي به لذلك قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة في الدنيا جنة وهذا معنى قوله تعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ هذه جنة القرب ذكرها الله عز وجل قال وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا أَذَاقَهُمْ طَعْمَهَا والله أنا لا أبالغ إن لم تقل أنا أسعد الناس قاطبة إلا أن يكون أحد الناس أتقى مني ففي الإيمان خلل في شقاء مع معرفة الله في شقاء والله وليك في شقاء والله بيده كل شيء في شقاء كل من في الكون بيد الله وأنت مع الله وملخص الملخص إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك الفائدة الأخرى للذكر الذكر له فائدتان فائدة تطهيرية وفائدة تعطيرية أيام أنت تغسل الإناء وتملأه بماء الزهر تغسله أولاً وتملأه بالعطر فالغسل هدف تطهيري وإملأه بالعطر وإملأه بالعطر هدف تعطيري فالمؤمن بالذكر يطهر ويزكو تقول ما بيكذب طهارة ما بيشك ما بيرتاب ما بينحرف ما بيغش المسلمين ما بيكذب أقول ألف كلمة قبل ما هذا التطهير لكن اللطيف تعطير حليم رحيم ودود متواضع فيه تطهير فيه تعطير الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن يزيل الهمة والحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور الذكر يطهر ويعطر من فوائد الذكر أنه يقوي البدن هذه تحتاج لشرح ما علاقة الذكر بالصحة الآن ثبت أن معظم الأمراض وراءها الشدة النفسية القلق الحقد الخوف أمراض المعدة قد تبدأ بالشدة النفسية أمراض القلب تبدأ بالشدة النفسية أنا أعتقد أنه كلما تقدم الطب كشف العلاقة المتينة والقوية بين خطأ في العضوية وبين الشدة النفسية بل إن في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الشدة قل موتوا بغيظكم الغيظ قاتل الشدة النفسية تفكوا القامعة عن الخلايا السلطانية الشدة النفسية يعني وحشة بعد عن الله خوف قلق إحباط يأس هذه الشدة النفسية والشدة النفسية الآن مرض العصر مرض العصر الأول لبعد أهل الأرض عن الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يمكن أن تضع محلها الشدة النفسية الأكثر الأطباء المتعمقين بالطب يربط بين المرض وبين أزمة نفسية طاحنة لذلك الذكر يجعلك صحيحا ماذا أقول لكم أخطر جهاز بالإنسان جهاز المناعة المكتسب هذا الجهاز يقويه الفرح يقويه الأمن يضعفه القلق والخوف والحزن الذكر يملأ القلب نورا فترى بقلبك المستنير الحق حقا والباطل باطلا والذكر يملأ الوجه نورا لا بالمقياس الجمالي المادي قد يكون واحد ليس فاتح البشرة لكن فيه بوجهه نور يتلألأ وقد يكون أسود البشرة فيه بالذاكر شيء بجذبك ترتاح تسعد بالنظر إلى وجهه فالذكر يملأ القلب نورا فترى به الحق حقا والباطل باطلا ويملأ الوجه نورا فيتألق الوجه الذكر يجلب الرزق عجيب لأنه ورد أن الإنسان قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه يحرم الرزق بالذنب يصيبه الله عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا معنى ذلك أنك إذا ذكرت الله فالله يتولى أن تكون في حياة مريحة الذاكر يكسوه الله مهابة ومنهاب الله وذكره هابه كل شيء لما أمر الحجاج بقتل حسن البصري كلمة قتل الإنسان كلمة فجاءوا به والسياف واقف وقد مد النطع دخل الحسن البصري على الحجاج فإذا بالحجاج يقف له جاء به ليقتله السياف واقف فإذا بالحجاج يقف له ويدعوه إلى مجلسه ويسأله ويعطره ويضيفه ويشيعه إلى باب القصر الذي صعق السياف أنت جئنا بك لتقطع رأس هذا الإنسان فإذا بالحجاج يستقبله ويرحب به فلما غادر الحجاج تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جئ بك لغير ما فعل بك فماذا قلت يا ربك ولما دخل حرك شفتيه قال له قلت يا ربي يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فالذاكر له هيبة واحفظوا هذه القاعدة من ذكر الله هابه كل شيء ومن لم يذكر الله أخافه الله من كل شيء الآن الذكر يورس المحبة هي روح الإسلام يعني الآن هناك مساجد هناك كتب إسلامية هناك مكتبات إسلامية هناك مؤتمرات إسلامية هناك لقاءات إسلامية هناك كل شيء إسلامي لكن لا يوجد حب ما في حب الذكر يورس المحبة إن لم تحب المؤمنين إن لم تنتمي إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا هذه الفقاعات جماعات خصام بينها تراشق تهم بينها تكفير تشريك تبديع هؤلاء ليسوا كما يرضى الله عز وجل لو أنهم ذكروا الله الذكر الحقيقي لأحب بعضهم بعضا الحب أصل في الدين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن أردت أن يحبك الله عز وجل فأكسر من ذكر الله في بعض الأسر ورد إذا أردتم رحمتي فاذكروني يا أيها الذين آمنوا أذكر الله ذكرا كثيرا الذكر أيها الإخوة يفضي بك إلى المراقبة تراقب الله عز وجل والمراقبة تفضي بك إلى الإحسان والإحسان أعلى مراتب الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الذكر يرث القرب من الله عز وجل فعلى قدر ذكرك لله يكون قربك منه وكلما كنت أقرب إلى الله كنت أسعد الخلق وعلى قدر الغفلة يكون البعد وكلما كان العبد بعيدا عن ربه كان شقيا قضية كرياضيات واضحة جدا وأكبر عقاب يناله الإنسان كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أحيانا أقول لك أنا معي مال كثير عملت فحوص كاملة خير إن شاء الله معك مال ومعك صحة طيبة بس مقطوعاً لله مقطوعاً لله بعضهم قال الذكر يفتح أبواباً كثيرة من أبواب المعرفة يعني إن صح أن هناك معرفة إشراقية هي من سمار الذكر هذه المعرفة الإشراقية منضبطة بالكتاب والسنة فلعل الله عز وجل يزيد المؤمن بذكر الله عز وجل فهماً لكتابه ففهمناها سليمان وفهماً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإدراكاً للحكم من وراء النصوص هذه معرفة إشراقية أحد أسبابها الذكر والشيء الذي أذكره كثيراً أن ذكر الله يورثك أن يذكرك الله فاذكروني أذكركم أما إذا ذكرك الله عز وجل منحك الأمن منحك الحكمة منحك الرضا منحك السكينة منحك التأييد منحك النصر شيء لا يقدر بثمن أن يذكرك الله عز وجل قال لك فاذكروني أذكركم إذا ذكرك كنت الإنسان الأول والحقيقة الذكر حياة للقلب الذكر للقلب كالماء للسمك بالضبط الذكر للقلب كالماء للسمك كيف يكون حال السمك إذا فارق الماء صدق ولا أبالغ ويكون حال المؤمن إذا غفل عن ذكر الله كالسمك الذي أخرج من الماء قالوا الذكر قوت القلوب الآن الذاكر من إكرام الله له أن قلبه الصدق يذهب عنه الصدق الدليل إن هذه القلوب تصدق يعني حياة حالة ملل سأم ضجر لا يوجد رغبة بالطاعة ولا بالصلاة يقرأ القرآن لا يحس بشيء رأساً ينصرف عنه إن هذه القلوب تصدق كما يصدق الحديد قيل فما جلاؤها؟ قال ذكر الله أنت بالذكر ينتعش قلبك وبالذكر تزول الوحشة بينك وبين الله نعم في وحشة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب والذكر ينجي من عذاب الله تعالى أرد مرفوعا أنه ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى الذكر سبب بتنزل السكينة السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء أحد أسباب السكينة ذكر الله عز وجل مدام تذكر الله معنى ذلك ابتعدت عن الغيبة والنميمة لابد من أن تتكلم إذ كان كلامك ذكر الله عز وجل أمرني ربي بدسع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضا القصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة إذا تكلمت فتكلم بذكر الله لذلك ابتعدت عن كل معاصي اللسان لذلك آخر شيء الذكر سبب لعطاء الله والله أيها الإخوة ما من نص أثر في حياة المؤمنين كهذا النص من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين يعني بشكل أو بآخر بعضهم عد للذكر مئة فائدة ذكرت بعضها لكن هذه كلها تلخص في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما والحمد لله ربا